هنروح لكرة السلة رجال خلاص المنتخب خلص اشتراكاته لعب ثلاث مباريات هزيمة واحدة من كود ديفوار فريق كود ديفوار العنيد وكات المبارات بتتلعب على صالة الدكتور حسن مصطفى خلصنا مع المنتخب رجعنا تاني المبارات السوبر بكرة ان شاء الله هنلعب مباراتنا المؤجلة من المبارات اللي كانت مفروض تتلعب يوم الجمعة يوم وفات معالي الوزير العمري فاروق وتم تأجيلها في لفتة كانت انسانية جميلة من اتحاد كرة السلة بكرة ان شاء الله هنلعب المطش المؤجل هيكون الساعة 8 على صالة الامير عبدالله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيرة فرقتنا خلصت الدور الاول في الترتيب وهي في المركز الاول برصيد 12 نقطة بعد الفوز 6 مطشات بالعلامة الكاملة وفضل لنا بحث مطش الجزيرة المؤجل وده طبعا زي ما قلت لحضراتكم سبق تأجيله كان ايه وبعد مطش الجزيرة ده هنلعب مع نادي هليوبلس في بداية المشوار التاني من الدور التاني او دور الترتيب التاني قبل ما نروح على البلاي اوف في رئتنا لسه رجع او رجع لها تلات لعيبة كانوا بيشاركوا مع المنتخب عمر الجندي عمر طارق كريم حاتم عمر الجندي عمل تلات مباريات ولا ارواع مع المنتخب الحقيقي ربنا يحفظه ويحميه من الاصابات ايهاب امين لسه مرجعش بالكامل هنشوف بكرة اذا كان الجهاز الفني بقيادة مستر اجوستي بوش هيدفع بيهاب امين بكرة في برات الجزيرة ام سيفضل انه يعني يكمل فطة اعداده انا لو انت بتسألني انا انا افضل انا مش عايز حاجة من مطشط دي انا ايهاب امين عايزه على البلاي اوف يكون جاهز مياه في المياه عندي تلات اسابيع لانه عنده مزقف عضلة سخيفة شوية في الكتف اليمين فهو محتاج فترة اطول هو كان بيقول هيلعب مع المنتخب والحقيقة ضرب هي تليفون بيني وبينهاب امين وهو قال لي انه هيلعب مع المنتخب ولكن ملعبش فهنا واضح انه برضو كان فضله حاجة على تأهيله اتمنى انه ما يشاركش ودي سياسة مستر اجوستي بوش على فكرة يا جماعة مش محتاج اقول كده ولا احنا نقول لانه دي سياسته ما بيشاركش اللعيب اللي اذا كان مية في المية سليم مهما كان اسمه وهي دي مقاومات النجاح حافظ على لعبتك خاصة ان انت عندك عامل زهران غايب في هذا المركز فانت محتاج تحافظ على لعبتك كلها بشكل كبير